وخلال لقاء الرئيس السيسي بعدد من الصحفيين والإعلاميين وذلك على هامش افتتاح محطة عدل منصور المركزية والقطار الكهربائية أكد رئيس السيسي أن الثالث من يوليو يعد يوما فارقا في تاريخ مصر والعالم وأوضح أن ما نشهده اليوم يعد جزءا من خطة كبيرة في مجال النقل مشددا على أنه يتم العمل على تنفيذ خطة كاملة للدولة المصرية كانت سبع أين فارق تريد فقط بالموقع والعالم يمكن قبل سبحانه وتعالى أعرف مدينة الغير كانت في شبتين الدولة التي كانت سدوقوني سدوقوني كانت بتغريها في النباتي في سكة لن تعود منه النموذج الذي أكتم عليه اللي احنا كنا نرحله موجود قدامك دلوقتي موجود قدامك وتجري الدول دي في حالة ضياعة وخرب ومش مفيش مستقبل مفيش مستقبل الدول دي مفيش مستقبل اللي قديه معرفش عشر سنين عشر سنين عشر سنة ثلاثين سنة لكن الشكل اللي احنا شاك فيه ده في الدول دي إنها عودتها أمر أسعب جدا ويقول عودتها مش استقرار وتنبية وهارجوا أننا نتصور شكل الدولة دي من تسع سنين وشكل الدولة اللي احنا رايح له والصورة اللي انا بأتمنى منكم جميعا إن هي تُكتمل اللي انتو بتشوفوا النهاردة ده 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 غزء من خطة كبيرة جدا للدولة مصرية في مجال إيه في مجال النقل أو البنية التحتية للنقل والمواصلات لما نحطها جمع بعضها كده احنا بنتكلم فاكتر من تليليون ومشواني تليليون ومشواني ها مش كده يعني ألف وسبعمائة مليار جنيه بتصرفوا على القطع ده احنا قبل كده اتكلمنا على القطع ده احنا قبل كده اتكلمنا على القطع ده قلنا ده خلوا في رقم قريب من الرقم ده عشان نبقى معدناش مشكلة في كل اللي احنا بنعمله لكن تقول النهاردة هعمل خط قهربة او متر او قطار سريع قطار سريع عالفين كيلو فعشان تعمله كهربته من ايه؟ يعني فلانا هيزبود ان فيه صورة مكتملة فيه خطة كاملة للدولة المصرية في عملها ترجمة نانسي قنقر